اشتركوا في القناة وعقيباً على الانقطاع اللي صار في الأيام الماضية شرح بسيط جداً وسريع جداً للأمور اللي صارت إنه أنا في حلقة آخر حلقة انتقدت الشاب اللي بيسجل الحلقات أو اللي كان يمنتجها وللأسف الشديد زعل وبطل يسجل الحلقات فأمان حطيت فيه زاوية لأنه ما عندي أجهزة ما عندي جهاز وفي نفس اللحظة ما فيه حدا يسجل أو يمنتج الحلقات ويرفعها فيعني تعطلنا في الفترة هاي طبعاً أنا ما اشتريت جهاز كمبيوتر لحد الآن لأنه التبرعات اللي إجت تبرعات ما بتجيب جهاز كمبيوتر فطرنا إنه على الأساس إنه ما نطيل الوقت عليكو أكثر وأنه نجد الحل لهذا الامور بدل ما أظل متوقف وما في مجال أني أنا أسجل حلقات بس أني أنا بنزل حلقات كتابي كانت بالأيام الماضية بس للمنتسبين يعني المنتسبين بس اللي كانوا يقرأوا التوقعات لأنه هاي مزايا لهم إنه مهما صار أنا ما بقدر أنقطع عنهم فكانت كتابي تنزل بالأيام الماضية لإلهم التوقعات اليومية الآن بدنا نرجع للتسجيل طبعاً من خلال جهاز ضعيف فبس تسجيل الصوت والصوت إن شاء الله إنه يكون مقبول ولكن بدكو تتحملوا حتى لو كان في بعض الأخطاء لحد ديتما أنه تتيسر الأمور ونقدر إنه نجيب جهاز كمبيوتر بسيط أو متواضع أو يعني يسلك الأمور اللي نقدر نشتغل من خلاله الحلقات مثل ما كنا أو بحجم الحلقات اللي كنا نشتغلها بالسابق بالنسبة لتوقعاتنا اليوم زي ما حكينا توقعاتنا ليوم الجمعة وطبعاً اليوم في عنا انتقال العطارد انتقال العطارد رح يصير في الميزان وبرضو في تراجع العطارد في الفترة القادمة رح نذكرها بالتفاصيل لما نوصل لعندها طبعاً القمر اليوم موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة موجودة في برج الأسد يعني طيلة النهار القمر موجود في برج الأسد ورح يضل لساعات المساء لا يبدأ خلو المسار القمر اليوم بما انه في هاي المنزلة بيعطيه للربح والحرية والصلاح والإصلاح لغاية ساعات الصباح يعني لغاية الساعة 47 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش بعدين بدو ينتقل القمر لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات وبما انه القمر موجود في برج الأسد معناته بالفترة هاي منكون في هاي الفترة بكون الناس من حولنا أكثر كرماً مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا في هاي الفترة اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت الانتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزوايا البطيئة فطبعاً للأسف الشديد أنه الثلاث زوايا المتشكلة هي زوايا سلبية وقوية وخصوصاً البطيئة والتي تأثيراتها لمدة طويلة أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المريخ وطبعاً هاي تأثيراتها بدت من يوم 18 ثمانية ورح تستمر لغاية أربعة تسعة دروتها بتكون يوم 27 ثمانية في تمام الساعة 25 دقيقة صباحاً عادةً لما بتصير هاي زاوية الشمس يعني قيادة وجيش وامور زي هيك وقرارات والمريخ اللي علوها العقاب الحرب والنيران فبترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة للدول الأكثر حماوي سياسياً وبسود جوعها من التوتر والعدوانيين في هاي الفترة بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه ممكن أنه أي كلمة غير محسوبة أنها تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها وبتدل برضو على أن الحكومة ما في دولة ما بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض منفودها وصطوتها وبتدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك اضطرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبي منفصلة يعني ما راح تصل لذروة الاتصال ولكن تأثيراتها عنيفة خلال الفترة القادمة وهي ما بين زحل وما بين أورانوس وهي بين كبين بطيئات وكبار واثنين بعملوا واحد بعمل على السلبية واحد بعمل على المفاجآت وهي زاوية تأثيرها من 21 ثمانية لغاية 16-11 يعني مدة طويلة نصبح مندفعين في هاي الفترة في تصرفاتنا وخصوصا أن الكوكبين هذولا بيتراجعوا فبتكونوا ديروا بالو بالكم بشكل جيد نصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وتقلبات في المناخ وبتدل كذلك على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهنا منحكي بما أن الزهرة إلها علاقة بالجمال والتجميل وأورانوس إلها علاقة بالمفاجآت فأفضل شيء اللي عندهم عمليات تجميل في هاي الأيام إنهم يبعدوا عنها تماما لأنه مش ناقصة مفاجآت وهي زاوية حادة جدا وبرضو أمور البورصة والأسهم والأمور هاي يعني تلقائيا يبل ما أدخل على الآثار ابعدوا عنها طبعا تأثيرات هاي الزاوية من يوم 25 ثمانية إلى يوم 28 ثمانية ذروتها يوم 27 ثمانية في تمام ساعة 34 دقيقة صباحا يتوقع لأي علاقة غرمية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع ودون رجعة في هاي الفترة بالدل هاي الفترة يعني على إنها فترة غير مناسبة لطرح الإنتاجات الفنية للأسواق وإنها راح تلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما يعني يتعرض لبعض المخاطر كمهاجمة أو إنه فشل أو فضائح أو شغلات زي هيك من المستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهرات في هاي الفترة لاحتمال فشلها وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وبتفسد أخلاق الناس برضو بالفترة هاي بسبب الإنحنال الخلقي والتحرر بمعناه السلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة خصوصا لأن الأمور اللي العلاقة بالبنوك والمؤسسات المالية ممكن يصير فيها بعض التراجعات المفاجئة في المداخيل عشان هي قلنا ما تصلح هاي الفترة للمضاربات المالية أو البورصة، الأسهم، شغلات زي هيك بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس اللي كنا نذكرها من زمان هي زاوية منفصلة ما بين إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هاي تأثيراتها من 23 سبعة لغاية اثنين تسعة منفصلة وهي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة أو شخص قديم أو شيء قديم بيرجع بظهر على الساحة وهذا الشيء بيرجع عشان يدعم من وضعنا أكثر فأكثر بالنسبة للحدث اللي رح يصير اللي هو انتقال عطارد طبعاً بتكتركزه معي وقلم وورقة عشان تسجلوا التواريخ لأنها مهمة جداً اللي رح أذكرها انتقال كوكب عطارد من العذراء لبرج الميزان واللي رح يرجع برضه للعذراء مرة أخرى في خلال الفترة القادمة طبعاً انتقاله الآن رح يصير للميزان اللي هو اليوم في تمام الساعة واحدة ودقيقتين صباحاً بتوقيت جرينيتش ورح يستمر بحركة أمامية حتى يوم عشرة تسعة يعني حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحاً من عشرة تسعة لا يبدأ بعدها الكوكب عطارد بالتراجع اللي رح يتراجع ببرج الميزان أولاً حتى يوم ثلاثة وتعشرين تسعة الساعة عشرة وأربع دقائق صباحاً بعدين رح يرجع متراجع لبرج العذراء ورح يستمر بالتراجع في العذراء حتى يوم اثنين عشرة حتى تمام الساعة تسعة وثمان دقائق من صباح يوم اثنين عشرة عشان بعدها يرجع للحركة الأمامية في العذراء وبعدين بعد فترة يرجع للميزان إذن بهاي الحلقة رح نحكي عن المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الحركة الأمامية اللي إله اللي هي رح تكون من اليوم الصبح يعني من الساعة واحدة ودقيقتين صباحاً من اليوم اللي هو لغاية يوم عشرة تسعة يعني من اليوم اللي هو زي ما حكينا ستة وعشرين ثمانية لغاية عشرة تسعة اللي هي الحركة الأولى اللي إحنا رح نحكي عنها اليوم ولكن بعدها اللي هي المرحلة التراجعية هاي في فترة التراجع رح نذكرها عشان ما نطول بالحلقة وبرضو عشان نسمع نشوف الأشخاص اللي بدهم يهولوا يكذبوا ويعطوا معلومات غلط نشوف شو بدهم يحكوا في نفس اللحظة يعني أنه ما بدنا نعطيهم أشياء على أساس أنه ما يهولوا الأمور ويكذبوا خصوصاً اللي بيستمعوا للحلقة وعندهم قنوات طبعاً فترة التراجع القادمة اللي هي رح تكون وهذه مهمة جداً أن الكل يحفظ هذا التاريخ اللي هو من يوم عشرة تسعة لغاية يوم اثنين عشرة هاي فترة التراجع قطارد رح تكون طبعاً هاي بحكي بنبه عليها ليش عشان كل الأمور المهمة اللي عندكم كان زواج أو ارتباط أو عقود أو أمور مهمة جداً أنها تكون يا قبل هذا التاريخ يا بعد يعني يا قبل عشرة تسعة يا بعد اثنين عشرة لأنه في فترة التراجع هاي فترة صعبة جداً ما مننصح باتخاذ قرارات حاسمة فيها أو إجراء أمور مهمة خلال الفترة اللي ذكرناها اللي هي من اليوم لغاية يوم عشرة تسعة بيشعروا موليد برج الميزان بقوة الفكر والتركيز والرغبة في الدراسة والمطالعة وإجراء اتصالاتهم وبيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج الهوائية والنارية أيضاً اللي هم الميزان والدلو الجوزاء والحمل والأسد والقوس وكذلك كل شخص تواجد عنده كوكب عطارد في الزهرة كوكب عطارد في الميزان يوم ولادته واللي بيولد عادة لما عطارد ينولد شخصه يكون عطارد عندهم في الميزان هذول عادة بيترددوا عند اتخاذ قراراتهم ما بكونوا يعني بعض قرارات جريئة وسريعة دائماً بيكون متردد ومتململ ما بين أو لا يعني بعل بمعنى آخر طيب إيش تأثيرات هذا الموضوع لما يكون العطارد موجود في الميزان بالنسبة لموليد برج الحمل بتدل على تبادل الأفكار والآراء مع الشركاء إن كانت شراكة عمل أو شراكة عاطفة لأنه بيكون مقابلهم تماماً فهو بركز على أمور الشراكة والارتباط وتوطيذ العلاقات بالنسبة لبرج الثور أفكارهم بتفيدهم في التعامل مع زملائهم في العمل والبحث عن عمل جديد أو مقابلات عمل أو حتى لتوطيذ العلاقة مع الزملاء أو طرح أفكار لتطوير عمل ما بالنسبة للجوزاء بتزداد نشاطاتهم الأدبية وحث أولادهم على الدراسة وبرضو بتساعدهم بتوطيذ العلاقة مع الأحبة أو مصالحة أو طرح أفكارهم مع أبنائهم مع علاقاتهم العاطفية مع أحبابهم يعني تعطيهم طاقة ممتازة وبرضو في نفس اللحظة بتكون حضوضهم قوية بالنسبة للسرطان بتنصب أفكارهم حول الأمور العقارية والبيتية واستئجار بيت أو الترحيل من بيت لبيت أو بيع عقار معين وعندهم قدرة على إقناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم بالنسبة للأسد طبعا بينشطوا بالفترة القادمة بالاتصالات بشكل كبير والأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات بيكون عندهم نشاط سفر اتصالات لمسافات قصيرة وبتنصب عندهم أفكارهم خصوصا عند الطلاب اللي هم بالمراحل الابتدائية والثانوية هدولا بيزيد ذكاهم بشكل كبير وقدرتهم على المطالعة وقسم منهم بيفكر بشراء سيارة أو كمبيوتر أو جهاز تليفون زي اللي أنا أفكر فيه إن شاء الله أنها تتيسر بالفترة القادمة أما بالنسبة للعذراء بتنصب أفكارهم على أفضل الطرق لكسب المال لأنه كل تركيزهم الآن على الحلول المالية بعد الفترة العصيبة اللي مروا فيها اللي إلها علاقة بالضائقات المالية وكمان الشمس الآن انتقلت للعذراء كل عام وموليد العذراء كلهم بألف خير وإن شاء الله كل الخير للكم أحبتنا أنتم موليد العذراء فلازم نعيد عليكم الفترة القادمة أفضل بكثير ولكن بتكونوا تحذروا في فترة تراجع عطارد إنه فترة رح تكون صعبة فأنتوا أكثر الأشخاص اللي لازم تركزوا بالتواريخ أما بالنسبة للميزان بيتمتعوا بقوة الفكر والإدراك الجيد وسرعة البديهة وقدرتهم على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم أما بالنسبة للعقرب بينجذبوا لموضيع غامضة في الحياة أكثر من السابق وبحاولوا إدراكها أو فهمها أو البحث عن الغموض والأسرار والروحانيات بالنسبة للقوس بيميلوا لا تبادل الأراء والأفكار مع الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية والنشاطات الاجتماعية أكثر فأكثر بالنسبة للجدي أفكارهم بتفيدهم في مجال العمل وعلاقاتهم مع رؤسائهم بالعمل وبرضو بتعزز الأرباح لإلها علاقة في هاي الأمور يعني بتعطيهم طاقة ممتازة بشكل جيد وممكن يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين بالنسبة لما موليد برج الدلوت بينشطوا بأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة بشكل كبير وبيستفيدوا التجار في عمليات الاستيراد والتصدير الأجواء داعمة بشكل قوي بالنسبة لهم وكثير من الحلول في الفترة القادمة أما بالنسبة لأموليد برج الحوت فبتنصب أفكارهم حول الأمور المالية المشتركة وبيقدروا أنهم يدخلوا تحسين على أمورهم المالية المشتركة وتوطيد العلاقة وبرضو لهم ممكن تحصيل أموال قديمة أو قروض أو ديوم بنكية بالفترة هاي برضو بكون لها بعض الحلول أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعنا زاويتين وعنا خلو مصر الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 22.44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات المساء مساء يوم الجمعة ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها الساعة 6.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها برضو منقدر نحكي من ساعة منتصف الليل ولغاية ساعات المساء فمن واجه مصاعب عرقي اللي بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بالنسبة لخلو المسار اللي رح يصير بعد هاي الزاوية رح يبدأ في تمام ساعة 6.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني من ساعات صباح يوم الجمعة ورح يستمر طيلة اليوم ويستمر لغاية ما بعد منتصف ليل 27.8 تقريبا ب24 دقيقة يعني مد كافي بأنه يكون يوم الجمعة كله خلو مسار هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم اللغة القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان بالنسبة للعمليات الجراحية بما أن عنا خلو مسار طويل فأنا ما بنصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت محدد مسبقا وفي نفس اللحظة إذا كان في مجال لا تأجيلها عن هذا اليوم بيكون أفضل غير مناسب برضو هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة بسبب الزاوية اللي ما بين الزهرة وما بين أورانوس وبردو هذا اليوم هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن لا يصلح لقص الشعر لا التجميلي ولا الصبغ ولا يصلح للقص العلاجي إلا إذا كان اضطرار الموضوع فهنا إشي ثاني بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 28 يوم في تمام الساعة 12 و 15 دقيقة بعد منتصف الليل بصير 29 يوم نسبة الإضاءة بتصير 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 23 9 منتحس الآن هي بنسبة 10% في ساعات الظهر بتصير سعيدة بنسبة 30% وتكمل طيلة النهار القمر في الأسد حتى يوم 27 8 طبعا سعيدة الآن بنسبة 10% في ساعات العصر تقريبا أو بعد العصر بصير منتحس بنسبة 25% في ساعات المساء متأخرا بصير سعيد بنسبة 40% عطارد في العذرة أبدا ينتقل الميزان ورح يضل في الميزان لغاية يوم 19 بعدين ببدأ بعملية التراجع طبعا منتحس بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 59 منتحس بنسبة 40% المريخ المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم خلال هذا اليوم وتعتبر هذه فترة مثمرة إيجابية بتنجحوا بحملة لا ترويج لشيء معين ولكن بدك تكون جريء بطرح هذه الأمور بدون تسرع وبدون مشاكل بتتسارع الأحداث عندك بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرض بتنتظروا في خلال الفترة الماضية الأجواء جيدة حتى لا التواصل مع الأحبة ولكن زي ما حكينا بدون عصبية ما بين تعاملكم مع الأحبة أو مع الأبناء برجة برجة ثور برجة ثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصط الأكبر من تفكيركم اليوم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتلمسوا شوي التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلة مشكلة خلاف سوى تفاهم ممكن الاهتمام ببعض الأعطال المنزلية أو مشاكل عائلية حاول أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية وحاول أنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة وإذا شعرت أنك بحاجة لاستشارة الطبيب فما تتأخر برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن اليوم يخرجوا فيه نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطلعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهمش أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليون والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه أثناء تنقلاتك يعني ما تتسرع كثير يعني أنتبه لصياقتك برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي معهيك بدك تحذر من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة لأنه في عنا خلوه مسار ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهمش أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ ولكن أهمش أنكم تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الفترة الماضية لأن القمر صار موجود عندكم لآخر يوم فالطاقة اليوم عالية جدا بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي بتقدر اليوم توضح وجهة نظرك وبرضو تهتم بمظهرك بتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن تبدأ صفحة جديدة في حياتك وهذا الإشي هين بدأنا صفحة جديدة إن شاء الله برج العذراء بيسيطر التعب عليكم طبعا لليوم الثاني لأن القمر موجود في بيت المتاعب الشمس لسه ما أعطت طاقتها بالكامل الكواكب لسه ما أعطت طاقتها لا إلك ولكن من وصول القمر لا إلي عندك تتغير الأمور ولكن الفترة هاي ما زالت الأمور ضاغطة بشكل كبير فحاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حادروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك حاول أنك تبتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرارات وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون عندكم اليوم تنقلات مهمة وبتمتعوا بسرعة خاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية ورح تعرف اليوم لقاء الداعم لأيلك أهم إنك مات ماطل تشجع بالعمل الجماعي ولكن بدون فرض السلطة على الأصدقاء برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وتعتبر هاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إنه تهدوا من روعكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم لأن القمر موجود في بيت السمعة فما في داعي للخلافات والمجازفات اتجنبوها تماما وحاولوا إنه ما تغامروا وما تجازفوا ما تعملوا أي شيء بشوه السمعة وإحرصوا على لجم غضبكم إذا شعرتوا ببدايته برج القوس بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن اليوم تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبرضو بتشتدوا رغبتكم في التقرب من أحبائكم وبإمكانكم تعزيز العلاقة معهم ممكن اليوم بعضكم يسافر في رحلة أو يفرحوا لإنفراج أو لتسوي مهمة بتهتموا بهواية جديدة الفترة هاي فيها حيوية وطاقة عالية جدا وبتكون متحمس جدا لمتابعة كل الأعمال وعندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل كبير برج الجديد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية خصوصا إذا كانت جديدة ممكن تناقشوا موضوع بتعلق بموضوع تمويل أو قرد أو ممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها ممكن تناقشوا مواضيع مهمة وتجتازوا امتحانات صعبة وأحاول إنك تعالج الشؤون الإدارية المهمة أهم شي إنك ما تغامر بالأمور المالية ما تجازف انتبه من المحتالين بخلال هاي الفترة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف تاني أهم شي إنكم تحذروا من الخلافات حاولوا إنكم مضخم الأمور شوي هيك بيكتكونوا مرهفين الإحساس وعندكم نوع من أنواع التوتر بسبب قلق ما وحذروا من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعندكم نوع من أنواع العصبية وهذا الشيء ممكن يثير النفور وخصوصا مع الأشخاص اللي بتتعامل برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا بتقدروا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم أهم شنكم ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعوبة حاولوا انك تراعوا ظروفكم الصحية وتكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لا ظروفكم ولا معنوياتكم ما تفرض سلطتكم على زملائكم بالعمل وفي نفس اللحظة ما تتسرعوا بإتمام أعمالكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر